نيفين القباج وزيرة اتضامة الاجتماعية أكدت أن صرف العلوات الخمسة بيتم وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة بتصل لـ 28 مليار جنيه والقباج قالت كمان أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلوات الخمسة اعتباراً من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية عشان يكون عدد المستفيدين من زيادة العلوات الخمسة 2.4 مليون مواطن وإنها هتصرف بأثر رجعي وإن الزيادات هيتم صرفها اعتباراً من 1 يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور بحيث بيتم صرف آخر دفع للعلوات في 1 إبريل 2021 وكمان أعلنت أنه هيتم صرف العلوات الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من 1 يوليو وبدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه وبإجمال تكلفة 25 مليار جنيه شكرا молодة شكرا